يعني خلية نقول من أهم التحديات أنت حضرتك بتتكلم دلوقتي على الحلول يبقى احنا عارفين التحديات اللي عندنا عندنا تضخم عندنا أزمات العالمية مأثرة علينا مأثرة على الاقتصاد وعندنا طبعا الاستيراد يعني طيب الدولة بقالها فترة مع الأزمة بدأت في مسألة تقليل الفاتورة الاستيرادية وبدأنا نحس إنه يبقى فيه كل ما تقدر تعمله يعني والصناعة حل أولي حل مهم النهاردة عندنا كمان في الحكومة الجديدة استحداث لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للصناعة الفريق مهندس كامل الوزير خليني أقول إنه توطين الصناعة ممكن يوصلني الفين يعني أو الصناعة اللي عندي لو أنا اشتغلت عليها بشكل كويس جدا إزاي تقدر تساعدني في هذه التحديات شوف يا فنم مشكلة مصر لا تحل إلا بالإنتاج بمعنى أن كل جهود الدولة النهاردة لازم تروح على إن الإنتاج والإنتاج يكون مصري سواء إنتاج زراعي أو إنتاج صناعي أو إنتاج خدمات أو غير بإذن في هذه الحالة إيه لأن زي ما قلت تحدثت إن القضية عندنا تشغيل يبقى لازم أشغل عشان أشغل مصانع عشان أيدعمل عشان يجيب إنتاج التشغيل بقى أحسن أنواع الإنتاج فيه تيجي التصنيع التصنيع النهاردة عشان أشتغل يبقى لازم يكون عندي مزايا نسبية أشتغل عليها العالم بالرغم من أزماته إلا أنه بلعب لصالحي بالرغم من أزمات العالم اللي موجودة دلوقتي إلا أني لو استطعت أشتغل معاها شغلة أفضل حيلعب لصالحي بمعنى أن أنا عندي طاقة غير مستغلة عندي موارد بشرية رخيصة أصدر عمالة رخيصة عندي أسواق متسعة بتاعت أفريقيا والدول العربية بنيت السنوات السابقة بنية تحتية قوية جدا أصبح عندي مواني طرق النهاردة كبيرة أصبح عملت طاقة جديدة ومتجددة عندنا أكبر مكان للطاقة الشمسية عندي مواني حيوية كتير ومواني جافة وعندي كل الحاجات دي في نفس الوقت كمان الوقت اللي أنا عندي موارد بشرية كتير ورخيصة وعملت مناطق توطيط صناعي وعملت مواني تحتية أوروبا بتعاني من الشيخوخة وفي نفس الوقت كمان تضخم عندها تضخم انتاج طلب يعني فإذا في هذه الحالة هي من مصلحتها أنها تبحث عن مواطن جديدة للتصنيع عشان تطلع منتج إذن أنا أوروبا اتفقنا دلوقتي مصالحنا اتفقت في أن يكون كل واحد ياخد حتياغ في أن يكون نقل الصناع نقل التكنولوجيا نقل المصانع لأن أوروبا عبارة عن أكبر شركات متعددة جنسية وبالتالي هنا الاتفاق الأوروبا المصر الأوروبا والتحاد الأوروبا كان موجود من مصلحتنا كتير جدا أننا نشتغل عليه يعمل لنا إيه؟ أولا نوطن صناع نجيب صناعات هذه الصناعات نحول بيها تكون أولا نقدر نحل محل الوردات وكمان مش تحل لأننا مش فاتح مناطق صناعية وعمل البنية التحتية دي كلها عشان أعمل لإحلال محل المنتج الأجدابي لأنا عامله عشان يكون هناك مركز تصدير لأننا عايز أعمل يكون مصر مركز استراتيجي لخدمات العالمية وخدمات التصديق سيد خليني أقف عندي جملة الحقيقة يعني يمكن كان يعني في الأسبوع بداية الأسبوع ده كان الحقيقة يعني مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الحقيقة يمكن رئيسة المفاوضة بالاتحاد الأوروبي ذكرت جملة يعني توقفنا عندها قالت لو تعوان الاتحاد الأوروبي مع مصر ممكن يعني نهد جبال العالم سيحتلف فنهد جبال دي يعني معناها أن هم جايين بمنتهى الثقة بيمدوا إيدهم وهم مش حيمدوا إيدهم لمصر إلا لو شايفين أنه فرص العمل مع مصر كبيرة ما هي الفرص التي يراها الاتحاد الأوروبي شوية فأوروبا دايماً بيسموها الرشد الاقتصادي قررتها فرشد الاقتصادي يعني مش فيها عواطف وبالتالي عشان هو يجيني هنا معنى ذلك أنه هو درس الاقتصادي بتاعي وعارف أن مصر هي أكبر مركز استراتيجي في المنطقة يمكن الاستفادة منه ليه؟ أوروبا تتجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتالي هنا أنا عندي النهاردة مصر عندها قدرة وقدرات مؤسسية كبيرة على أن يكون هناك طاقة جديدة متجددة النقطة الثانية مصر عندها النهاردة عندها قاعدة على 7% أو 8% عايزة تتوسع في عايزة بنية تحتية هم كمان يقدروا يساعدون في البنية التحتية اللي موجودة الحاجة الثالثة أوروبا عندها شيخوخة وبالتالي محتاجة أيدي عاملة مهرة هذه الأيدي العاملة مصر النهاردة بتعيد هيكلة جماعتها عندنا النهاردة جماعات تكنولوجية وعندنا 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 إذن المورد البشر النهاردة أنا بعيد تهيئته مرة تاني وبالتالي في هذه الحالة هنا أوروبا من مصلحتها تتعامل مع مصر لسابين السابق الأولاني ما تتوافر به من المزايا السابق التاني لمصلحتها هي باعتبار أن مصر أكبر قوة اقتصادية في شمال أفريقيا تستطيع أن تحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا وبالتالي نهاردة ميبع عندنا 10-12 مليون مهاجرين في داخل الدولة المصرية وعيشين عيشة كويسة ليسوا لاجين وغيره أنا شايلهم عن أوروبا من هنا تأتي المصالح المنافع المشتركة والمنافع الأساسية التي يمكن أن تتعامل مع أوروبا إذن المؤتمر اللي حصل ده كمان حيثة مهمة جدا المؤتمر اللي حصل ده مين يجيب للاستثمار ثبت خلال 40 سنة اللي فاته الحكومة لا يمكن أن تأتي باستثمارات مين يجيبه؟ المكتب التجاري أو الثقافي اللي موجود لنا في السفارة ده موظف يبقى إذن هنا لازم يكون القطاع الخاص بتاعنا أطلق العنان له عشان يعمل التفاقيات مع الشركات التانية ورجال العمال التانيين عشان أبدأ أبني كيانات اقتصادية وقدرات مؤسسية له لأن الهدف النهاردة إن أنا اقتصاد النهاردة بما إنه بكر وريعي صحي يبقى لابد إن أنا أحولي الاقتصاد التخليقي وفي نفس الوقت أشغل عشان هنا أنا عندي من قومات أوروبا لا يمكن هتجيني إلا زكاة درسة معطيات الاقتصاد الوطني طبعا إلا لو كمان شايفة إنه مصر بوضعها يعني الجغرافي والجيوسياسي وكله قادر على إنه واجه كل الجيوسياسي والتاريخ وغيره لعوامل مساعدة وقويسة لكن المعطيات بتاعت الاقتصاد الوطني معطيات قوية صحيح وبالتالي في هذه الحالة إيه اللي ينقصها في الاقتصاد الوطني؟ إيه المشكلة في الاقتصاد الوطني؟ المشكلة في الاقتصاد الوطني تتلخص في جملة واحدة التشغيل والتشغيل يعني إدارة يعني إيه فندم إن أنا لو قدرت أعمل إدارة جيدة وشغل المؤسسات الوطنية تشغيل جيد وشغل الجهاز الإداري بتاعها تشغيل جيد ستنتقل معدلات النمو من 3.5% إلى 7%